دعوة قضائية تعارض للمصالح فيما بينهم في بعض الأوقات قد لا يستطيع شخص ممارسة بعض أعماله أو حتى أموره الشخصية ولذا أجاز القانون تعيين شخص آخر للقيام بمهامه نيابة عنه بموجب ما يسمى عقد الوكالة إيه هي الوكالة؟ وإيه هي أنواعها؟ وهل يجوز إرغاء التوكيل الصادر لمصلحة الوكيل بالبيع للنفس والغير؟ وهل بتنتهي الوكالة بوفاة الموكل؟ الوكالة عبارة عن تفويت شخص غيره في حياته في تصرف معلوم له فعله ويقبل الإنابة وتتكون من موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة أو شكل قانوني معين وتكون مطلقة أو مقيدة وفقاً لمعايير قانونية فالوكالة طبقاً لقانون المدني المصري عقد بمقتداء يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وبيقوم عقد الوكالة على عنصر رئيسي وهو وجود الثقة بشخص الوكيل وخبرته وكفاءته فهو يتميز بتغليب الاعتبار الشخصي فالموكل أدخل في اعتباره شخصية الوكيل وكذلك الوكيل أدخل في اعتباره شخصية الموكل وعقد الوكالة بيتميز بأنه عقد غير لازم إذ يجوز ققاعدة عامة أن يعزل الوكيل وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة وذلك قبل اتنام التصرف القانوني محل الوكالة بل حتى قبل البدء فيها وبيتميز عقد الوكالة بأن محله الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً والوكيل لا يسأل إلا عن بزل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل إليه وبيتصرف الوكيل باسم الموكل ولحسابه وهو من عقود التراضي ويكون عقداً شكلياً إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي والوكالة أنواع الوكالة العامة وهي الوكالة الواردة في الألفاظ العامة والتي ليس فيها تحديد لنوع العمل القانوني والوكالة الخاصة التي يتحدد فيها محل الالتزام بذاته تحديداً دقيقاً متى تنتهي الوكالة؟ الأصل أن تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وبتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل وبالتالي لا ينصرف أسر الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورصة أي منهما لكن هل من الممكن أن تكون الوكالة سارية ومستمرة رغم وفاة الموكل أو فقده للأهلية إذا صدرت الوكالة خاصة والمخصصة لمصلحة الوكيل كأن ينص موضوعها على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير والتوقيع على العقد النهائي وقبض الثمن فطبقاً للمادة 715 فقرة 2 من القانون المدني والمادة 69 مقرر من تعليمات الشهر العقاري لسنة 2001 لا يجوز إلغاء هذه الوكالة بالإرادة المنفردة بل يجب حضور الطرفين وكذلك لا تنتهي بموت إحداهما أو كلاهما وبيلتزم بها ورصتهم في حدود التاركة وأجمعت أحكام محكمة النقض على هذا المبدأ بل ذهبت تعليمات الشهر العقاري إلى أبعد من ذلك بالمنشور الصادر رقم 15 سنة 2006 بأنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح غيره ولكن ما هو الحال في حالة حدوث تعارض بين مصلحة الوكيل والموكل في الوكالات المقرر فيها مصلحة لصالح الوكيل كالوكالة العامة التي تتيح للوكيل حق التصرف للبيع للنفس والغير والأصل أنه لا يجوز إلغاء ذلك التوكيل ولكن محكمة استنافق قاهرة أصدرت حكما في الدعوة رقم 2946 لسنة 32 قضائيا بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية والمحكمة في حيثيات هذا الحكم قالت وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني والتي جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدثت الوكالة لصالحه فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الزاهرة قد يؤدي إلى تكسيد النص مما أوجب على واقع الحال فك تلاصم الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني والعودة بها إلى الرقابة القضائية المنوطة بتطبيقها ودفاعاً لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلاله أو منطقة التعدي على حقوق الطرف الآخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثرة في المعاملات بين أطراف الآخر وعدم استقرارها اجتماعياً واقتصادياً مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل أمام أي جهة أخرى رسمية أو غير رسمياً حتى ولو تضمن شرطاً بعدم جواز إلغاءه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضي الموضوع سلطة البحث في الظروف والملابسات التي أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث ساعة إصدارها ونطاقها والظروف التي صغرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاء أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوة على حدة ولما كان الثابت من واقع الدعوة المستأنفة أدست الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة وطرق الزوج أبواب القضاء حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوي الذي من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل في إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير واستندت المحكمة في إلغاء التوكيل على الفقرة الأولى من المادة 715 التي تعطي للموكل وفي أي وقت حق إنهاء ذلك التوكيل ولو وجد اتفاق يخالف ذلك اللي عاوز أقوله لك إيه؟ بتلعب الوكالة دوراً هاماً في كافة مناحي الحياة وهي ضرورية لسد فجوة أو فراغ قد يحدث لأي شخص في أي وقت ولذا فإن القانون يمنحها القوة والقدسية القانونية حتى تتمكن من تأدية دورها المنشود ولذا يجب على الجميع مراعاة هذه الوضعية الخاصة للوكالة وعدم العبث بها وعدم انتهاكها لأن مثل هذه التصرفات لا تجد قبولاً بل تعد طائشة ومضرة لجميع الأفراد ولنعمل جميعاً على الابتعاب من المساز بالوكالة إلا عبر القانون وبالقانون فاختر الشخص المناسب للمكان المناسب اشتركوا في القناة